ظاهرة النزاعات العشائرية من أكثر الأمور السلبية التي تعاني منها محافظة ذيقار والتي تزايدت بشدة بسبب عدم وجود عقوبات رادئة من قبل الحكومة والقيادات الأمنية بل إن سلاح العشائر أقوى من الحكومة وما حصل في قضاء الإصلاح شرقاً ناصرية من مقتر ضابطاً في الأمن الوطني وإصابة ثمانية أشخاص آخرين دليل على ذلك فيما اعتبر بعض المواطنين أن هذا الأمر يوضع في خانة السلاح المنفلت والنظام صراع كبير بين عشيرتين بين أشخاص مقربين على أي شيء يتم هذا النزاع اليوم صراحة نطلب من الحكومة المركزية المتمثلة بدولة رئيس الوزراء أن تضع حد لهذه النزاعات اليوم أصبحت السلطة العشائرية أقوى من السلطة القانونية اليوم وبخصوص هذه الأحداث التي حدثت في الأواني الأخيرة ما يقارب قبل ثلاثة أيام مقتل أحد ضباط في جهاز الأمن الوطني أثر نزاعات عشائرية وإصابة آخرون في هذه النزاعات مراقبون بيانوا أن النزاعات العشائرية لا تقل خطورة عن الإرهاب إذ تهدد السلم الأهلي والمجتمعي وتؤشر ضعف الجانب الحكومي وعدم المقدرة على محاسبة حملة السلاح من العشائر كونهم مدعومين من قبل جهات حزبية المتنفذة تحميهم للاستفادة منهم في مواسم الانتخابات دقيقة النزاعات العشائرية وتجددها ما بين فترة أخرى يعني بدأ يقلق المجتمع بدأ يقلق الناس بشكل كبير وبنتيجة الخسائر البشرية يعني معظمها تكون ما بين النساء والأطفال ناهيك عن الشخص المتورطين بالحوادث هناك تواطئ ما بين شيوخ العشائر والسياسيين كون السياسيين متراخين اتجاه استقواء العشيرة كونهم يحتاجونهم في الانتخابات القادمة النزاعات العشائرية فرصة لاستعراض السلاح المنفذة بينما تكتفي الحكومة بلعب دور المتفرجي دون تهريك أي ساكن لقناة وان نيوز نور السعيدي ذيقار